كانت هذه آخر الجموع الداعشية المستسلمة من الباغوز في آذار مارس من العام الماضي إلى سجون قصد في الحسكة والمالكية والشدادي وبعد عام كامل عصيان متسلسل في ثلاثة سجون لداعش بالحسكة ودير الزور وإن كان من غير المؤكد ما إذا كان التزامل بين هذه الحوادث هو بقرار من قيادات التنظيم لكن الواضح أن العصيان أعادت تذكير بخطورة بقاء مسلحي داعش في بؤر محصورة مع امتناع حكومات الأجانب منهم عن السماح لهم بالعودة إلى بلدانهم أو محاكمتهم أكثر من 125 ألف معتقل من مسلحي داعش بينهم 2500 من الأجانب من 54 دولة إضافة إلى الآلاف من عوائلهم في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي من دون محاكمة أو أي أفق يحدد مصيرهم ورغم أن استعادة الحديث عن داعش تبدو دخيلة عن المشهد الميداني في سوريا من فرط التركيز على معركة إدلب واستحقاقاتها بين الروس والأتراك لكنه يندرج في سياق المساعي الكردية من أجل انتزاع اعتراف سياسي غربي بالإدارة الذاتية الكرد وجدوا في ورقة داعش أرضية للمساومة مع الغرب مجددا ممثلون عن هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية اجتمعوا مع وزير الخارجية الفنلندي في هلسانكي قبل وقت في محاولة لتسويق مشروع الإدارة بإظهار قصد خط دفاع أولى عن الأمن الدولي من خلال ضبط سجون داعش والسعي لإنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم ترجح قيادات كردية أن الروس لن يسمح بإنشائها من دون التنصيق مع دماش ويلتقط الكرد لحظة الانشغال بتطورات إدلب لإحياء آخر أوراقهم للمساومة مع واشنطن والغرب وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا الإدارة الذاتية بعد خسارتهم لمساحات واسعة من مناطق سيطرتهم بانتشار حرس الحدود السوري أو الاحتلال التركي للمناطق الحدودية بين رأس العين وتل أبيض دي مناصف دماشق الميادين